راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا راديو دبنغا أهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء وإليكم عناوين الأخبار لليوم الاثنين خمسة من شهر ثمانية سنة الفين مفوضية العون الإنساني تنفي المجاعة في معسكر الزمزم وبقية مناطق شمال دارفور مطالبات أممية بالتحرك العاجل بعد تأكيد المجاعة في شمال دارفور غرفة طوارئ أبو شوك النازحون يتعرضون لمجاعة حادة وحصار وأمطار غزيرة الجيش يوسع دائرة انتشاره في مناطق غرب أم درمان ويسيطر على مناطق جديدة حركة تحرير السودان قيادة أبد الواحد تتهم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتغويض جهود المحكمة المدعي العام للمحكمة الجنائية يقدم إحاطة أمام مجلس الأمن اليوم الاثنين تنسيقية معسكرات النازحين بدارفور تتهم مدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتقاوص من ناوي الفاشر تحاصر وتحترق وما يجري يمثل فضيحة للأمم المتحدة حاكم قليم دارفور يقول الحرب الدائرة بلا معنى أو أهداف سياسية واندلعت بسبب الجهل وتراكم الأخطاء أطباء بلا حدود 300 شخص قتلوا وجرح أكثر من 2170 بسبب المعارك في الفاشر خلال ثلاثة أشهر قواد الدعم السريع تتهم الجيش بقصف مستشفى كتوم بشمال دارفور أمس الأحد منظمة الهجرة الدولية نزوح 726 ألف شخص من ولاية السنار منذ نهاية شهر يونيو نزوح ما يقدر بنحو 280 أسرة وتدمير 227 خيمة و72 مبنى ومنزل ببورت سودان بسبب السيول والأمطار تقدم رفضنا مقترح الاتحاد الأفريقي والقوى المقاطعة ستعقد اجتماعا فنيا مع قياداته لتصميم العملية السياسية رابطة إعلامي وصحفي دارفور تعلن مساندتها لحملة لجنة المعلمين لإيقاف الحرب لجان مقاومة الدمازين تكشف عن توقع للدعم السريع في منطقة الأدهم داخل محافظة التضامن أطباء بلا حدود تحذر من تعرض الأطفال المصابين بسوء التغذية في معسكر الزمزم لخطر الموت خلال 6 أسابيع غرفة طوارئ بحري تكشف عن مقتل متطوع برصاص طائش سيول عنيفة تجتاح غرية جدي المحس بالولايات الشمالية فجر اليوم وأخيرا مستمعنا الكرام احتجاجات في بورد سودان بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر